هل فشلت السعودية في رعاية اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي ولماذا يرفض الانتقالية تراجع عن خطوة الإدارة الذاتية هل لديه ضوء أخضر من الرياض وإن الشرعية من سقوط العاصمة الثانية هذه المرة برعاية التحاد أهلا بكم ستة أشهر من فشل سعودي واضح في تنفيذ اتفاق الرياض الذي جلبت إليه الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي وزمنت خطواته بحيث يتم الانتهاء منه قبل شهرين من الآن لكن الوقت مضى دون تحقيق أي تقدم يذكر بل أن التقدم الملموس يتم على نحو معاكس للاتفاق فالمجلس الانتقالي يحرك ميليشياته في سقطرة والمهرة ويعلن الإدارة الذاتية في عدن ويستولع الأموال قبل وصولها إلى خزائن البنك المركزي فيما تظل الرياض متمسكة بموقف المتفرج حينا والداعم أحيانا أخرى حين يقتضي الأمر الذي قد يأتي على شكل تغريدات للسفير السعودي في اليمن بين فترة وأخرى هل فشلت الرياض فعلا في دفع الأطراف اليمنية لتنفيذ الاتفاق أم أن الاتفاق كان غرضه عدم الاتفاق وعدم الوصول إلى أي نتائج لمصلحة اليمنين أكثر من ستة أشهر انقضت على توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا الاتفاق الذي مكن ميليشيا الانتقالي من السيطرة على عدن وعدد من المحافظات الجنوبية وأخرج الحكومة الشرعية من دائرة الفعل والتأثير بات اليوم أداة الرياض وأبو ظبي لتنفيذ أطماعهما في اليمن استدعت الرياض رئيس المجلس الانتقالي وبعض رفاقه قبل عدة أشهر وبدلا من الضغط عليهم لتنفيذ الاتفاق وفرت لهم منصة للتحرك والالتقاء بالسفراء الأجانب ورفعت سقف مطالبهم في مقابل المضي بقمع الحكومة وإخفاء الرئيس ونائبه وتغييبهما من المشهد وفي بقية الصورة تفاصيل أخرى تقول إن ما لم تتمكن أبو ظبي والرياض من أخذه فإنهما توكلان ميليشيا الانتقالي لجلبه إليهما ولعل تطورات الصراع في المهرة وسقطرة تشرح ذلك بشكل جيد دراسة نشرها مركز أبعاد الدراسات الاستراتيجية قالت إن السعودية حاليا تقف أمام احتمالات منها المضي قدما في التفاق مع الحوثيين مع ما يعنيه ذلك من إعلان ضمني لهزيمتها أمام ميليشيا تدعمها إيران أو دعم تفكيك اليمن بإيجاد سلطات متعددة مقابل دولة الحوثيين شمالا ووقف دعم الحكومة الشرعية وهذا يعني أن السعودية ستتحمل مسؤولية تفكيك دولة وتتحمل تداعيات تقيلة محليا ودوليا أو دعم الحكومة اليمنية وحلفائها المحليين الذين تثق بهم السعودية للحفاظ على اليمن كدولة واحدة مكتملة والتفكير لاحقا بأي أهداف مختلفة والتوجه لنزع سلاح الميليشيات التقيل في الشمال والجنوب لحماية حدودها ودعم الدولة اليمنية وبحسب مركز أبعاد فإن السعودية قد تضر إلى بناء شرعية موازية لشرعية الحالية وتكون مقبولة من الإمارات وإيران وحلفائهما بحيث تحافظ على وحدة اليمن ظاهريا فيما تكون السلطة الجديدة تحت تأثيرها وسيطرتها في وقت يتم استكمال سحب البساط على الشرعية الحالية بقيادة الرئيس هادي وبحسب مركز أبعاد فإن هذا السيناريو متوقع إلى حد ما في ظل تعقيدات الوضع اليمني ومستجدات الصراع الإقليمي والدولي الذي أتاح للاعبين جدد للدخول إلى الملعب اليمني تدار السياسة السعودية تجاه الملف اليمني بالكثير من الارتباك والتخبط منذ قررت البدء بعملية عاصفة الحزم التي فشلت في تحقيق أي إنجاز يخدم اليمنيين واستعادة الشرعية أهلا بكم من جديد مشاهدين وابدى النقاش معظيفي في الاستوديو أستاذ عبدالسلام محمد رئيس مركز أبعاد لدراسات والبحث أهلا بكم أستاذ عبدالسلام أهلا وسهلا بكم ومشاهدكم الكرام في مركز أبعاد كان لكم تقرير أخير حول وعنوان تموه بمأزق الرياض بعد إعلان الانتقال الإدارة الذاتية في الجنوب ما طبيعة هذا المأزق؟ طبعا المأزق أن المملكة العربية السعودية عندما دخلت الحرب في اليمن تحت إطار تحالف عربي لمناهضة الانقلاب وإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية ولكن كان العكس تماما أي حدث انقلاب آخر في الجنوب وهذا مأزق كبير أنها تخرج وهناك انقلابات متعددة وليس انقلاب واحد طيب الآن طبيعة المأزق فيما يخص تنفيذ الاتفاق لماذا تحمل الرياض؟ لماذا يقال أن الرياض هي في المأزق؟ الرياض هي في المأزق في القضية اليمنية بشكل عام وأكثر هي في المأزق في قضية الشرعية تفكيكها من ناحية التفكيك الشرعية لأن الشرعية يفترض بالتحالف دعمها ومنع عدم منع الانقلابات ومنع تفكيكها في ظل الظرف الحالي طالما التمرد لا زال والانقلاب في صنعاء من قبل الحوثي المدعومين من إيران لا زال موجودا لكن اللي حدثت للعكس تماما أن هنا حصل انقلاب آخر ودعم بجزء من التحالف فأصبحت السعودية في وضع لا يحسد عليه أي بين حلفين حليف الشرعية التي دخلت الحفاظ عليه وحليف الإمارات التي دعمت الانقلاب وأيضا داخليا بين هل تدعم انقلاب جديد وميليشيات جديدة أم تحافظ على الشرعية وفي نفس الوقت إذا حافظت على الشرعية هي تعتقد أن هناك بعض الضغطات التي ستواجهها مستقبلا خاصة ما يتعلق بالكيانات الجنوبية وأيضا بالصرع القديم المناطقي ما بين المنطقتين أبيان والضالع التي تم تصويره على أن ما يحصل وأن الرئيس هادي هو ينظر للجنوب من جانب مناطقي وليس من جانب أي لديه مشروع ليس مشروع وطني أو مشروع التحالف المشروع الوطني الكبير هذه كلها شكوك مثلها مثل الشكوك التي دارت حول حزب الإصلاح ودعمها للشرعية إنما يريد السيطرة على الدولة كل هذه دفعت للأسف يعني بجزء من التحالف أن يقف ضد استمرار الشرعية استمرار الشرعية كواجهة قوية تستطيع أن تواجه الانقلاب بشكل موحد طيب اتفاق الرياض هل كان يمكن أن يكون حل حقيقي ومخرج حقيقي لخرج من هذا المأزق الانقلاب؟ هل في مضامينه وفي تفاصيل هذا الاتفاق كان يمكن أن يخرج الرياض من هذا المأزق وينتهي ما حدث من الانقلاب؟ ما كان يفترض أن يحصل مثل اتفاقيات داخلية قبل إنهاء انقلاب صنعاء إطلاقاً لكن هذا الاتفاق هو واضح جداً لأهداف ثانوية غير الأهداف الرئيسية المعلنة وهو توحيد جبهة الشرعية من الخطأ أن نقول بل بالعكس اتفاق الرياض هو اعتراف رسمي بجزء جديد في إطار الشرعية وهو الانتقالي وبالتالي معناه أن هذا الاعتراف الرسمي يمهد لحقوق السياسية وأيضاً جوانب تتعلق بالتقاسم السلطة داخل الشرعية ومثل اتفاق الذي حصل في الحديدة أوقف تحرير الحديدة ومن الذي يمنع أن يتم الاعتراف بالمجلس الانتقالي أن يحقق مكاسب سياسية ما دمه اليوم يتبنى قضية الجنوب التي كانت موجودة أيضاً في الحوار الوطني ومخرجاته إذا نفذت مطالب المجلس الانتقالي بمعنى أن مطالب الحوثي مشروعه بالأساس لأن قضية الحوار الوطني حددت ملامح القضية الجنوبية ومشاكلها وقضاياها وحلولها وحددت القضية في صعدة ومشاكلها وحلولها تمرد الحوثيون في الشمال وأسقطوا الدولة والآن تمرد الانتقال في الجنوب وأسقطوا دولة وبالتالي الانتقالي لا يمثل القضية الجنوبية هل هو يمثل القضية الجنوبية؟ هل هناك استفتاء؟ حتى نستطيع أن نقول أن الانتقالي هو يمثل الجنوب؟ هل الانتقالي يريد أو يطمح مثلاً الاتفاق حول دولة اتحادية فدرالية أم يريد الانفصال؟ كل هذه تفرق الانتقالي يعلن أهداف واضحة له استعادة دولة ودولة الجنوب في ظل رفض شعبي من داخل هناك رفض من الحراك الجنوبي الذي تأسس في 2007 كل فصائل لا تقبل الانتقال الانتقالي تأسس بعد الحرب في 2015 وبدعم إماراتي وحتى تم اختياره اختيار مناطقي بحت أي بمعنى اعتمدوا على قضية المشكلة السابقة التي حصلت ما بين الضالع وأبيان وأحر وأدت إلى أحداث 1986 وألاف الضحايا تم استعادة هذه من خلال تسليم الانتقالي سلطة الانتقالي للسيطرة على عدن لهذه الفئة طيب الآن يمكن القول أن الرياض فشلت في تنفيذ الاتفاق هناك أكثر من احتمالات وسيناريوهات في هذا الجانب لا نستطيع أن نقول أن الرياض فشلت قد تكون الرياض هي تريد الفشل بالأساس في هذا الجانب حتى تخرج من الحرج أمام الشرعية لكن ما أعتقده أنا كباحث ويعتقده الكثير من اليمنين أيضا كمواطنين أن فشل اتفاق مش اتفاق رياض فقط يعني دعم تأسيس مجلس انتقالي بميليشيات مسلحة خارج إطار الدولة سيكون خطأ استراتيجي ارتكبه والتحالف وسيؤدي الإضرار ليس بالأمن اليمن فحس بل بالأمن الإقليمي والأمن الإقليمي الذي هو السعودية هو جزء أساسي منه طيب كيف برأيك استطاع اليوم المجلس الانتقالي الجنوبي جر الجميع إلى مربع الإدارة الذاتية وتناسي القضية الأصل تنفيذ الاتفاق طبعا الانتقالي هو شبيه بالحثين تماما هو ينظر لأهداف ويفرض أمر واقع بقوة السلاح وليس له هم يعني إلا تحقيق أهدافه يعني لا تهمه مسألة الحوار والتفاوض هو ينطلق إلى أهداف ويريد تحقيقها وأهدافه معلنة هو هو الانفصال والآن حتى لو رفض الناس الإدارة الذاتية ولم يقاوموها بالقوة سيذهب إلى الانفصال بالتالي هو ماضي في تحقيق أهدافه يعني بمعنى ليس يجرب ولا شيء هو حدد أهدافه والآن سيطر على البنك المركزي وأموال البنك المركزي في إطار تحقيق أهدافه ومستقبلا ربما إذا انتصر في معركة من المعارك أبيان فهو سيذهب إلى طيب حاولة تصيضر على شبوة التي هي خارجة عن طريقه من الذي شجعه يعني على ماذا اعتمد لينتهج هذا النهج الانتقالي هو ينقسم إلى جزئين جزء تم تدريبه قبل أحداث 2011 في لبنان في إطار ميليشيات وكتائب عسكرية بقيادة عيدرس الزبيدي الذي هو رئيس الانتقالي الآن وقسم آخر تم تدريبه بعد على يد الإمارات فتأسست أحزم أمنية إلى جانب ألوية انفصالية الألوية والوحدات التي سموها ألوية الدعم والإسناد وقوات خاصة ومكافحة الإرهاب هي كلها ألوية تدرب الكثير من قادتها وضباطها وأفرادها في البقاء اللبناني الضحي الجنوبية وبالتالي لا زالت إيران مؤثرة فيها أما الإمارات هي أسست أحزم أمنية ونخب أيضا داخل هذه القوة وتم دمجها وفي الأخير هدف الإمصال هو هدف إماراتي إيراني منسجن يعني في تكامل بينهم في فصل الجنوب قد يكون السعودية غير راغبة في حدوث الإمصال الآن لكن عدم تحركها لمواجهة مثل هذا مبكرا وترك فرصة للإنفصاليين أن يعبثوا بهذا الملف وفرض ضغوط على الشرعية في تحقيق اتفاقيات مثل اتفاق رياض وغيره هو خطأ استراتيجي ارتكبته وأنا أعتقد معالجته سيكون مسؤولية أكبر وعب أكبر على السعودية وعلى اليمن طيب في مسألة السعودية هو الآن يفترض أن السعودية لديها لجنة إشرافية فيما يخص الاتفاق وبفعل واقع الأمر هي اليوم السعودية من تسيطر على الأوضاع في عدن يفترض ذلك ما الذي تفعله السعودية الآن إذن السعودية استلمت عدن من الإمارات وبالتالي كل اللي يحصل الآن في إطار مسؤوليتها يعني نهب البنك المركزي تردي الأوضاع الخدمية تردي الأوضاع المعيشية لأن السلطات الدولة خرجت هي بطلب سعودي حقيقة صحيح أن هناك هزيمة عسكرية طبعا الهزيمة عسكرية لم تأتي من فرق كانت استخدام أسلحة نوعية استخدام الطيران ضرب الجيش اليمني على بواب عدن مونع رئيس الجمهورية من الوصول إلى عدن وعيدت طائرته من المطار تم السيطرة على العاصمة وطرد كل موظفين الدولة وحصلت انتهاكات حقوقية كبيرة جداً عمليات اغتيالة لغيادات وناشطين سياسيين ومحامين وحقوقين وعلماء دين وأبناء المحافظات الجنوبية كل هذه من أجل السيطرة وهذه السيطرة دعمت من الإمارات وبالتالي عندما قالت الإمارة أنها سلمت المسؤولية للسعودية فمعناها هي حملتها مسؤولية وبالتالي إذا يحصل الانفصال الآن كل اللحظة التي حصلت هي تدخل في إطار مسؤولية السعودية بل وجود التحالف من الأساس وسيطرتها على المطارات والموانئ والمنافذ في اليمن هو لديه مسؤولية قانونية واخلاقية في الحفاظ على سيادة اليمن وسلامة أراضيه قلت أن السعودية في بداية حديثك كأنها تريد أن تفشل هل من مصلحتها أن تفشل في ما يخص ملف الجنوب وملف اتفاق الرياض؟ إذا رأت السعودية أن هذا الملف يحقق لها ضغط على الشرعية في عملية تغيير داخل الحكومة أو في عملية الذهاب إلى مفاوضات مع الحوثيين أو في عملية السيطرة فهي ستلعب بهذا الملف وبالتالي ويبدو أنها خطأت فعلا لكن نتائج هذا الخطأ نراها تباعا عكس ما كان يتصوره التحالف بشكل عام ربما هذا النتائج سيتضرر منه حتى الإمارات وليس السعودية فحسب طيب عيدروس الزبيدي هو في الرياض تقريبا له شهر في الرياض هل تعتقد أن هناك أي ترتيبات؟ وجود الزبيدي في الرياض هو محاولة سعودية للضغط أيضا على الانتقال في إطار أيضا محاولة للضغط لتنفيذ اتفاق الرياض لكن الزبيدي ليس بيده شيء الزبيدي من يحرك القوة على الأرض هي غرفة عمليات في الإمارات العربية المتحدة وبالتالي لا يستطيع حتى الإمارات نفسها لو أرادت أصبحت إيران لاعب وفاعل في الجنوب الآن ونحن ندرك ونعلم أن هناك قيادات عسكرية جنوبية لا زالت على تواصل بإيران وربما لا يستبعد أن هناك تنسيق أيضا فيما يتعلق بالمعلومة الأمنية والمعلومة العسكرية ما بين الحوثين والانتقال خلال الفترة الأخيرة هناك كثير من الشواهد أيضا من ضمن الشواهد السلاح الموحد الموجود حصول الانتقال على صواريخ حرارية روسية بنفس النوعية التي حصل عليها الحوثي أيضا ربما ويحتمل ويتوقع أن يكون لديهم أيضا طائرات درونز ذات مواصفات والقوات اليمنية في أبيان أثناء دخولها في جعار حصلت على طائرات درونز محترافية من التي تمتلك الإمارات العربية المتحدة أو من التي اشترتها ضمن الأرقام التسلسلية للإمارات وهذا معناه أن هناك نوع من التشابف والتسليح ولا يستبعد إطلاقا أن اليمن أصبحت ترمى من قوس واحد نشرك معنا بالنقاش الضعب السلام اللواء محمد القبيبان خبير استراتيجي سعودي انضمي لينا من العاصمة السعودي الرياض أهلا بك سيادة اللواء أهلا وسهلا حياك الله سيادة اللواء هناك دراسة لمركز أبعاد للدراسات والبحوث وهو مركز يمني تتحدث هذه الدراسة عن مأزق سعودي اليوم فيما يتعلق تنفيذ اتفاق الرياض خصوصا بعد رفض الانتقالي تراجع عن الإدارة الذاتية في عدن ما رأيك؟ أهلا وسهلا فيك أحيي الضيف الكريم والسيدات والسادة المشاهدين إلا ما أنا أقول لك أن الوضع يعني اللي هو لا أتفق كثيرا مع الدراسة أو حتى مع التقرير أو حتى بعض يعني مراحبات الضيف الكريم بأنه هناك فشع لا هناك في تحديات تحديات وصعوبة أي نعم ولا يجب أن ننكر هذا الشيء أنه موجود يعني حتى الآن تقريبا زي ما ذكرت تقرير شهر السادسة وشهر خامسة من اتفاق الرياض والآن نحن في معلوق الزجاجة إما أنه يلتزم الأخوان المتفقين على ما تم إدراما في الرياض أو أنه يعني يصبح الوضع يذهب إلى ليس القوة العسكرية وأنا أتمنى أنه لا يذهب إلى القوة العسكرية لمواجهة الأخوان في المجلس الانتقالي إلى أنه الأمر اضطرت لقوات التحالف أو المملكة أعتقد أنه يعني لأنه تعتبر المملكة هي الضامنة الوحيد أمام المجتمع الدولي لعادة الشرعية مع شقاة التحالف مع الحكومة الشرعية فقد يكون هناك حلول مؤلمة وأنا سبب وتكلمت في هذا الموضوع وأنا برأيي الشخصي أنه المجلس الانتقالي هو في الحقيقة يعني يريد أن يصعد المهمة ويريد أن يدخل الاتفاق في دوامة بحيث أنه يعني تخرج السيطرة بكاملها عن الدولة المشرفة على الاتفاق وأنا أعتقد أن المسؤولين في المملكة لن يرضوا بهذا هذه الحلول المقطاطية قال ضيفي في الاستوديو الأستاذ عبد السلام أنه ربما اليوم المجلس الانتقالي ينتهج سياسة تتبعها ميليشيا الحوثي فيما يتعلق بفرض خياراته وأهدافه بسياسة الأمر الواقع برأيك ما هي مصادر القوة وعلى ماذا يعتمد المجلس الانتقالي ليذهب في هذا المنحة فيما يخص إعلان الإدارة الذاتية ويضع الرياض في هذا الموقف المحرج ربما ويصعب ويعقد من الأمور كما قلت هو أنا زي ما قلت لكن عدم الانتزام بالاتفاق رح يحرج المجلس الانتقالي وليس المملكة لأنه يعني نجيت بي تقارن بقوة أسكرية فأنا أعتقد أنه يعني مهم مجموعة أنا كنت في البداية يعني أؤيد ما يقوم به المجلس الانتقالي على أن يكون هناك يعني تعاون مع الأخوان في وزارة الدفاع من حيث تسليم والانتزام بما ورد في الاتفاق ولكن الخروج عن الاتفاق وخاصة نتكلم على الأمر العشكري الأمر السياسي يبدو لي أنه يعني البوصلة مقودة قليلاً في الأمور السياسية ولكن الشرق في ذلك طيب سيادة اللواء عيدروس الزبيدي منذ شهر تقريباً في الرياض هل طول هذه المدة الشهر يؤشر على أنه هناك صعوبة في إقناع عيدروس الزبيدي عن التراجع عن الإدارة الذاتية عن الالتزام بتنفيذ الاتفاق هل لطول هذه المدة علاقة بأنه المسؤولين السعوديين لم يستطيعوا أن يقنعوه؟ لماذا طالت المدة إذن؟ لا أشوف يعني ما فيه أي تصريحات في الحقيقة لكن هناك مؤشرات واضحة مؤشرات أنه هناك جدية من قبل الضامن لتنفيذ اتفاق الرياض بمعنى صح نحن رأينا اللجنة الإشرافية وتعاملها مع المجلس الانتقالي فيما يخص تسليم المواقع للحكومة ورأينا أنه هناك في بعض التعنت من قبل الأخوان في المجلس الانتقالي ولكن فرض في بعض المواقف القوة الآن وجوده في الرياض لا يعني أنه عدم الوصول إلى حل ولكن نحن نتكلم الآن بمفهوم عاطفي أكثر من أنه المفهوم إرادة المفهوم أنه لا نريد أو يبدو للمسؤولين في التحالف لا يريدنا أن يكون هناك هو أكبر وإنشقاق في الأطراف اليمنية واقعيا من يريد هذا الانشقاق في الوضع الحالي خاصة في المناطق الجنوبية المجلس الانتقالي بعدم انتزامه بقاء دروس الزبيدي في الرياض شهر هذا لا يعني أنه لا يقتنع لا هو أقتنع أو لا يقتنع هناك بنود تم الاتفاق عليها ويجب عليه الالتزام به أنا لا أتفق مع ما يقومون به المجلس الانتقالي في الفترة الحالية لأن الاتفاق يتحدث عن النقطة الرئيسية وهي الالتزام بما ورد وتسليم الأمور إلى وزارة الدفاع في القوى الشرعية الآن القوى الشرعية أيضا كذلك هناك أخطاق أخطاق واضح معنى معلش 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 سمحني الأخطاق الواضح الذي يعني رأيناه مؤخرا في العديد من المناطق الشمالية هذا أيضا يعني يرسل رسالة على أنه الجدية في التعامل مع العدو الرئيس الجهود الحوثي ودعمينا إيران في الحقيقة يعني لم يظهر العديد وأنا يعني لا أقلل من قيمة الشهداء الذين قدماه وقدمهم من أبناء اليمن أو الجرحى أو من يحاول بجدية للوقوف أمام الحوثي لذلك الموقف صعب أريد أن توضح لي هذه النقطة كيف إذا اتفقنا معك في موضوع أنه كما قلت أنه الإخفاق في بعض المناطق الشمالية في مواجهة الحوثي انعكس على التنفيذ الارتفاق كيف انعكس؟ أنا زي ما قلت لك الآن الثقة نتكلم على ثقة قوة عسكرية تأتي يعني البعض قد يفهم أنه انعكس أنه جعل الرياض تفضل مثلا المجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية؟ هل تريد قول هذا؟ لا أنا أتكلم على أنه المكتسبات التي تم تحقيقها بمعنى القضاء على الجماعات الإرهابية القضاء على القاعدة ومن يدعمها إعادة نوعا ما الاستقرار في اليمن هل الأخوان في الشرعية فعلا قادرين على أن يعوضوا ما عوض الانتقالي؟ هذه نقطة جد مهمة وأنا باعتقد أنه يناقش هذا الأمر وأن ما قدموه الأخوان في الشرعية في الشمال في المناطق التي تم تحريرها يعني تخيل يعني كنا نتكلم على خمسة كيلو متر من محافظة طنع والآن نتكلم على استرداد بعض الأماكن الاستراتيجية بعد ما تم تحريرها هذه أيضا يعني تعقد المشهد بصورة عامة وهنا يعني حدث اللبس لأنه أيضا لماذا الأخوان في الشمال خلافكيها الشرعية لماذا أصبح الجميع يهرول إلى مناطق تم تحريرها وتم يعني إرسال أمن فيها وترك الجبهات الرئيسية التي هي تهدد ليس فقط اليمن لا بالعكس تهدد حدودنا في المملكة يعني الآن في مأرب والجوف والتمدد الذي حاصل في البيضة والأمور التي يعني في الحقيقة الشرعية يجب أن يسألوا لماذا هذا يحدث هل أنتم جاهزين فعلا أن تقوموا سأعود لك سأعود وأسألك سؤال مقابل ولماذا السعودية ربما جعلت الوضع يصل إلى ما وصل إليه لكن أستمع إلى تعليق من الأستاذ عبد السلام إذا كان لك من نقطة تريد التعليق عليها من الحديث لضيفنا اللواء محمد القبيبان أنا فهمتك أنه يعير الجيش الوطني أنه هزم في نهم مثلا والجوف أخي الجيش الوطني خمس سنوات في نهم هل اتخذ التحالف القرار لدخول صنعاء؟ هذا السؤال يجيب عليه التحالف إذا اتخذ القرار والتحالف بدخول صنعاء والجيش رفض وانهزم هذه مشكلة نصيح أن نقولها لكن جيش أصبح في صنعاء يضرب بالطائرات يضرب بالصواريخ من الخلف غير مدعوم بأي أسلحة لا صواريخ حرارية لديه الانتقالي لديه صواريخ حرارية لديه صواريخ باليستية أصبح لديه أسلحة نوعية الجيش هناك في نهم رصص كلاشنكوف حتى الآن لا مهي قاتل لو لا الاعتمد على الطيران طيران التحالف الآن يضرب بكل دقة حقيقة لكن لا يوجد لدى الجيش أسلحة نوعية مثل ما الذي يوجد لدى الانتقالي الآن هذه واحدة النقطة الثانية إذا كان هناك من يعير الجيش بعدم دخول صنعاء وكانه يقول أن السعودية فشلت في الشمال بينما الإمارات نجحت في الجنوب وتحرير أراضي الجنوبية لأن الإمارات تقول أنها هي من كافحة الإرهاب وأخرجت القاعدة من حضرموت وعدم في ثلاثة أيام هذا كلام فارغ وهذا فعلا ما حدث؟ الذي حدث نحن نعرفه وهم يعرفونه تمت صفقة بين تنظيم القاعدة داخل حضرموت أخذوا كل الأموال والأسلحة من منطقة دوفس من معسكرات وخرجوا بها في حماية الطيران الإماراتي وكان هذا اتفاق على الانسحاب الأمريكيين يعرفون هذا وتحدث كثير من التحقيقات والاستقصاءات بمعنى أن الخطأ لا نستطيع أن نحمل بالحكومة اليمنية ولا الجيش الخطأ مشترك إذا التحالف لا يريد أن يحرر صنعاء ولم يتخذ القرار لا يمكن لجيش أن يبقى على أبوال بصنعاء خمس سنوات بدون دعم طيب يقول لواء محمد القبيبان أيضا ما عقد المشهد ما يحدث الآن من إعادة معارك للسيطرة على مناطق حررات طبيعي طبيعي هنا سنة التدافع هل إذا هزموا والحوثي تقدم يترك له المجال خلاص ليأخذ ما تبقى الحوثي عندما نزل في نهم وسيطر على نهم وذهب إلى الجوف هو كان يريد الوصول إلى حدود السعودية في العبر ويريد الوصول إلى صافر للسيطرة على النفط في مارب لكن الناس عادوا وقاوموا ورتبوا أوضاعهم لأن الجيش في 2016 و2017 غير الجيش الآن الجيش الوطني في 2016 و2017 كان منظم ومهيال لدخول صنعاء طول تلك الفترة ربما هو أشار أيضا يريد أن يشير إلى موضوع المعارك التي عادت الآن في شوباء وأبيل أنا أكمل هذه النقطة طول تلك الفترة في السنتين ظل الجيش بدون رواتب إلى الآن حتى يعني له عام ما يقرب العام بدون رواتب يعني تفكك كثير منه وأصبح الآن نسبة 30% من الجيش الموجود كان في 2016 أو خلينا نقول 50% ظل ومناطق صحراوية كبيرة جدا تحتاج لوحدات عسكرية كثيرة بالنسبة للحرب التي تحصل الآن في أبيان وشبوة الانتقالي يريد شبوة نفطية مثل ما الحوثي يريد مارب النفطية الحوثي منتظر الانتقالي يسيطر على شبوة الأجل يدخل في مارب والانتقالي منتظر للحوثي ينتصر في مارب الأجل يسيطر على شبوة الكل يريد شبوة مارب لأنها منطقة نفطية وبالتالي معناه أن من سيحكم اليمن هم الميليشيات شمالا أو جنوبا لا توجد دولة ولا شرعية بعد ذلك وهذه آخر فرصة للتحالف أنا أعتقد بالنسبة للتحالف وبالنسبة للحكومة الشرعية إذا انت سقطت مارب وسقطت شبوة انتهى مسمى الشرعية إطلاقا وانتهى مسمى التحالف نقول هذه النقطة لواء محمد القبيبان إذن هي ربما فرصة أخيرة للطرفين التحالف والشرعية اليوم التحالف هو صاحب القرار الأول في اليمن وشرعية موجودة لديه في الرياض كما تعرف سيادة اللواء وهو متواجد عسكريا وبكل قوة في عدن ما الذي يمنع اليوم المملكة العربية السعودية من تنفيذ هذا الاتفاق وإغلاق هذا الملف تنفيذ اتفاق الرياض ولو بالقوة العسكرية ما الذي يمنعها الآن هم في الصدد أنه فرض ما تم الاتفاق عليه في الفترة الحالية هذه المفاوضات واستدعاء السؤولين عن المجلس الانتقالي أنا برأيي لأنه زي ما قلت لك التحالف لا بد أن يكون هناك توازن وتوازن دقيق لاحظ أنه فيه تشنج وتشنج كبير ما بين الأخوان والأطراف في اليمن لذلك هي العملية ليست بالسهولة التي تعتقدها يعني الذهاب مع طرف ضد الآخر نحن لنا مكاسب الجميع نتكلم تحارف بالحكومة بالانتقالي بالعضاء كامل مكاسب تم تحقيقها لو لا سمح الله أنه صار هناك فرض بالقوة دون أن يكون الاتفاق وعلى فكرة الاتفاق كان يتعدل يعني أنا أقول لك وليس قرآن منزل لأنه المجريات الأحداث تتطور وهناك بعض الأمور لا بد من التنازل منها من قبل القوان في المجلس الانتقالي وكذلك في الشرعية فهي ليست قضية برأيك من الذي يمكن أن يتعدل ما عليك الذي يمكن برأيي أنا الآن الذي يجب الانتزام به قبل أن ما يمكن أن يتعدل ألا وهو الانتزام بنقطة تسليم النقاط التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي إلى الحكومة الشرعية طيب وهل برأيك المجلس الانتقالي الذي قفز خطوة إلى الأمام وعلى الإدارة الذاتية وسيطر على المنشآت والمؤسسات الحيوية هل سيتنازل عن نقاط في الشوارع؟ نقاط تفتيش؟ هو ليس بالضرورة يعني يعني بغاك تعرف وحده ليس بالضرورة أن يأتي هناك من يحل مكانهم من الجيش الوطني هؤلاء أبناء اليمن بمعنى هناك نتحدث عن فكرة الارتباط الارتباط بدلا من أن يكون هؤلاء الذين يحتلون الموقع يسمونه يعني بالفوت بالإمكان أن يكون الارتباط بالجيش بالشرعية وهنا يتم يعني ضربع الصورين بحجر تواجد الجيش الانتقالي أو المجلس الانتقالي في المناطق وارتباطهم بمعالي وزير الدفاع أو برئاسة الاركان وهنا تنحل المشكلة هذا اللي لا يرضاه المجلس الانتقالي هذه النقطة النقطة الأخرى الأخ تكلم من الضيف الكريم تكلم على أنه من يمنع الجيش اليمني للذهاب إلى صنعه هو التحالف هذا كلام يعني بصراحة أنا أسمح ليقول لك لك مركز بكلام صحف ليس واقعيا الأزمة طالت وأنا كنت أتوقع والأزمة حتى تطول على فكرة لن تقف دول التحالف في مجريات الأحداث ما هو في صالح الشرعية طيب بما أنك علمت على كلام ضيفي سيادة اللواء إذا كان كلام صحف ما تفضل به ضيفنا في الستيديو ما ردك على موضوع أنه اليوم الجيش الوطني لا يمتلك حتى ربع الأسلحة النوعية والمتطورة التي مع المجلس الانتقالي وهو أشاري للصواريخ الحرارية والباليستية وقال أنها ربما أحد الأسباب في جمود جبهات الشرعية الأسلحة الآن برأيي أنه ما تقوم به القوات الجوية بالليل التحالف بالقيام بالمهام التي هي في العمق تغني كثيراً عن هذا النوع من الأسلحة التي يتحدث عنها الآخر ضيف الكريم بالليل يمتلكها للجيش الشرعي الجيش هناك اتفاقيات ما بين شراء السلاح مع دول وأنا سبق وتكلمت في النقطة بي عدم تسليم السلاح وهذا اتفاقيات عسكرية ما بينك وما بين الدول المصنعة من يمتلك السلاح لا تستطيع تسليم سلاح ما لم يتم أخذ الموافقة وهذا شيء أعتقد أنه كم يتم تعمل به في نص دقيقة كيف وصل السلاح للمجلس الانتقالي وهو ليس دولة حتى الآن ماذا وصل يعني هل وصل عنده غير الأهليات الدولبة هل وصل هناك الدبابات ما نشر على وسائل الإعلام المختلفة من أسلحة وانت لو عسكري ربما أدرى مني وأفهم بهذا الموضوع لا لا الذي يمتلك الآن الأخوان في المجلس الانتقالي هي مجرد أسلحة يعني ليست بالأسلحة ثقيلة إنما يعني هناك أسلحة لتأمين المناطق التي تم تحريرها وإلا كانت الأخوان في الأمارات هم من قاموا بالطيران وهم من قاموا باستخدام الدبابات وبيستخدام راجمات الصواريخ والتي يعني ساعدت في تحرير المناطق ويجب أن نتذكر يعني أنه ترى المناطق الشمالية تختلف كلياً على المناطق الجنوبية والجميع تذكر أنه تحرير عدن بعد ثلاث شهور من بداية الأزمة لم يأخذ وقت طويل كما هو الآن في المناطق الجبلية وتضاريس الصعب فلما نتحدث على أنه والله لم يعد ربما هذه محاور ومواضع تنفع لحلقاتك راحة على العموم أشكرك جزيلاً سيدة لواء محمد القبيبان كنت ضيفنا من الرياضة الخبيرة السراتيجي السعودي شكراً جزيلاً أعود لك أستاذ عبدالسلام محمد هل تعتقد أنه صبر السعودية قد ينفذ ما فهمته من كلام اللواء محمد القبيبان هل يمكن الذهاب إلى أنه فرض وتنفيذ الاتفاق بالقوة أو هو أشار أيضاً إلى نقطة أخرى أنه قد يحدث تنازلات ومراجعات أولاً أنا أريد أعرج إلى نقطتين مهمتين أنا عندما تحدث لم أتحدث عن أن التحالف رفض تقدم الجيش التحالف لم يتخذ قرار دخول الجيش إلى صنعه وأنت تعرف دخول صنعه معناه لا بد أن يتخذ القرار التحالف أكثر لأن العملية الجوية هي بيده وترتيبة أيضاً على الأرض ثانياً موضوع السلاح النقطة الثانية ذكر موضوع السلاح 2-2-1-6 لا يفرض عقوبات على الحكومة في امتلاك السلاح يحق للحكومة أن تشتري السلاح كدولة شرعية لها سلطتها القانونية ثلاثة بالنسبة للنقطة الثالثة يحق لها أن تشتري السلاح لكن ربما هناك قانون يمنع أن السعودية أو الإمارة تسلم سلاح لطرف ثالث لا أحد يطلب منهم يتركوا الشرعية تشتري لها سلاح فقط لا أحد يطلب منهم يدوا سلاح لكن سلاحهم صورتوا البي بي سي ونشرتوا في تحقيق صحفي مع تنظيمات إرهابية مع تنظيم القاعدة أسلحة إماراتية المدرعات وصواريخ من ضمنها أيضا الصاروخ الصواريخ الحرارية نشرها المجلس الانتقالي المجلس الانتقالي نشر على صفحاته بل صوره وصحفيه نشروا الصواريخ الحرارية كيف يمكن أن هذه الصواريخ عادية جدا أو غير نوعية طيب يعطوا الجيش الآن منها يقاتل الحثين فقط من هذه الصواريخ هذه نقطة ثالثة بالنسبة للسؤالك الذي هو ان تنفيذ اتفاق الرياض أنا أعتقد أن اتفاق الرياض فشل لا يوجد قدرة على تنفيذه لا بالقوة ولا بالتنازلات تنازلات لن تطلب من المجلس الانتقال لن المجلس الانتقال لقد خطأ خطوات للأمام كبيرة جدا ستطلب من الشرعية وطلبها من الشرعية معناه تفكيك الشرعية فقط يطلب من الشرعية تنازلوا عن هولى القيادات أقيلوهم تنازلوا عن هذه الوزارات وتنازلوا عن 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 ويبقى فرض الأمر الواقع على الأرض للميليشيات مثل ما الحثين جاءوا بقرارات طلب الرئيس هذه بعد الإنقلاب أن يوقعها وفي أيضا حتى لو كان وقعها حتى لو كان أعطاهم نص الحكومة في الأخير على الأرض من موجود المعسكرات والسلاح وكل شيء بيدهم نفس الطريقة التي حصلت في عدن تمكنوا للانتقال من عدن ولا يمكن إسقاط هذا ما حصل في عدن الانقلاب إلا مثل ما يحصل في صنعاء وهي عمليات عسكرية وسيظل اليمنين في قتال إلى فترة قد توقعنا أن التحالف يرهق وينسحب من اليمن وبالتالي عند انسحابه من اليمن وانسحاب أيضا كل التدخلات الخارجية سيصل اليمنين إما إلى حل أو يفرض أحدهم بقوته على الأرض ويحكم البلد طيب نرحب بضيفنا من واشنطن سيف المثنى مسؤول علاقة في مركز واشنطن للدراسة اليمنية أهلا بك أستاذ سيف أستاذ سيف أهلا بك أستاذ سامي ومرحبا بك وبالضيوخ جميعا أستاذ سيف برأيك حتى الآن ما الذي يعاب تنفيذ اتفاق الرياض فقط بس في نصف دقيقة دعني فقط أعلق على قضية الأسلحة التي تحدث بها من السعودية ربما أنه نفسي التحقيق الذي بدأت فيه وزارة الخارجي الأمريكية والبنتاجون حول المدرعات الأمريكية والصنع التي بيعت للسعودي والإمارات ثم تم نقلها إلى مقاتلين بالحوثيين وأيضا من ميليشيات المجلس الانتقالي وهذا خرق الاتفاقيات المبرمح مع واشنطن بالنسبة لسؤالك أنه ربما حول اتفاق الرياض يعود إلى سوء إدارة السلطات السعودية للملف اليمني مما يؤكد الارتباك والتخبط الذي تعيشه الرياض حيث خرجت عن مساري الحقيقي للمعركة وأسست هذا الاتفاق الذي اعترف ميليشيات عنصرية ونقلتها من مربع الفوضى وأضافت عليها قيمة سياسية باعتقادي أن المأزق الكبير في الاتفاق الرياض هو تضارب المصالح الآنية والاستراتيجية من قبل السعودية من جهة وأيضا السعودية من جهة والأقليمية من جهة أخرى وربما هذا ممارسة الضغط من قبل السعودية لتطبيق اتفاق الرياض ينقصه امتلاك وسائل التطبيق في ظل وضع معقد وجزء كبير من المسؤولية تتحمله في وجهة نظري الأطراف اليمنية الموقعة عليه ومعتبر أن الاتفاق كان لضرورة ما ولكنه لم يكن ثانيا طيب اليوم المجلس الانتقالي أعلن الإدارة الذاتية باتت له تحركات خارجية ربما شيء بارز منها في الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة أين هي من ذلك برأيك نعم هناك تحركات من قبل المجلس الانتقالي وكان آخره ربما طلعت على التقرير الذي نشر من قبل معهد في واشنطن إلى توسع المجلس نشاطي في نيويورك وفتح الإمارات فتحت أيضا مكتب لها أو للمجلس الانتقالي في نيويورك إضافة إلى المكتب الذي موجود في واشنطن من 2018 وألف وجهت نظر إلى أو نقطة مهمة أن هذا المكتب الذي فتح من قبل الإمارات والمبالغ التي أتت لم تأتي من المجلس من عدن وإنما أتت من مكتبها من الإمارات وهذه الشركة التي قامت بفتح هذا المكتب وتمثل المجلس الانتقالي في واشنطن تحصل تقريبا على 15 أهز دولار شهريا هي نفسها الشركة التي تمثل عائلة اللواء الليبي خليفة حفتر المدعوم من الإمارات هذه التحركات من قبل المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات للضغط على الإدارة السرام للخروج بقرارات من أوروقة السياسة الأمريكية تدل أيضا على ضعف الدبلوماسية اليمنية متمثلة في إدارة الخارجية ومتمثلة أيضا في السفارات الموجودة خاصة في واشنطن لأنه الآن الإمارات والمجلس الانتقالي يسعوا إلى أن يجدوا منفذا أو دعما من قبل الكونجرس وبشقيه المجلس الديمقراطي والجمهوريين الذين أعلنوا سابقا في قرارات سابقة ومن قبل مجلس الأمن وأيضا من قبل سرامب أنهم يدعمون استقرار ووحدة اليمن لكن ربما هذه الضغوط الآن التي تمارس من قبل الإمارات وخاصة بعد أن الأمم المتحدة قبل يومين في قرارها أو تقريرها الأخيرة الذي أشال التحالف من قائمة العار برغم أنهم قالوا أنهم قاموا بقتل ما يقارب 222 من أطفال اليمن مقابل 313 من قبل الحوفي وأيضا 12 من قبل الأحزام الأمني يدل هذا على ضعف الدوليماسي اليمنية وضعف أيضا أو ضعف الشرعية وتحركاتها في الأروقة السياسية الأمريكية أشكرا جزيلا لك أستاذ سيف المثنى مسؤول علاقات في مركز واشنطن للدراسة اليمنية كنت من واشنطن معنا نختم أستاذ عبد السلام بهذه النقطة هو يتحدث عن ضعف الدبلوماسي اليمنية في مقابلها هناك تحركات اليوم للمجلس الانتقالي في الولايات المتحدة وأنت كنت تقول أنه ربما يفرض المزيد من الضغوط على الحكومة فقط لتقديم التنازلات بالتالي ما هو سيكون المتوقع طالما وجدت وبقيت في الرياض ستكون مقيدة الدبلوماسي اليمنية الآن زملائنا الدبلوماسيين لهم ستة أشهر بدون رواتب أو أكثر هناك انعدام ثقة حتى داخل الدبلوماسية بالحكومة وهذه جراء كلها ناجمة عن أخطاء سواء من إطار الحكومة أو بالتحالف لا يوجد تنسيق ما بين التحالف والحكومة في الشأن الدبلوماسي الخارجي والتحالف يتحرك بوفق مصالح دوله السعودية والإمارات بشكل مستقل الإمارات تدعى بالمجلس الانتقالي والسعودية تحاول أن تحارب لوحدها ما يتعلق بمصالحها وبقية الحكومة اليمنية في وضع سيء جدا هذا الأمر يحتاج لعادة تنسيق داخل إطار التحالف العربي خلينا دعنا من الشكوى على هذه القضية لا زال هناك متسع من الوقت للتنسيق خاصة فيما يتعلق بالدبلوماسية ما بين المملكة العربية السعودية والخارجية اليمنية شكرا جزيلا لك عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحث على مشاركتك معنا اليوم في المساء اليمني وأيضا شكر موصول لضيوف هذه الحلقة نلقاكم غدا في حلقة جديدة كمانا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر